عايز اأكد عن عنوان مهم جدا قهربة بيجمي سمار اختياره الرائع للنادي الاهلي والمنافس ظلم نفسه ده باختصار للاحداث الاخيرة اللي انتوا شايفينها اللاعب اختار الاختيار السليم بعد تجربة قصيرة في رحلة الاحتراف في البرتغال واختاره ان لما يرجع مصر تكون من خلال بوابة النادي الاهلي وتقلق وظهر بشكل جيد جدا حتى لما صدرت عقوبة انضباطية بحقه خلال الفترة الاخيرة ثم عاد ظهر بشكل مميز في مبارتي سموحة والزمالك وبالتالي قهربة اضافة كبيرة جدا مش للاهلي بس ده كمال منتخب مصر فالحمد لله وجوده في الاهلي انتصار ونجاح ليه قبل اي حد تاني والناس ممكن تكون مستنية مننا اللي احنا نطلع نعقب ونعلق على الاحداث اللي البعض وصفها ان هي خارجة عن النص في استاد القاهرة عقب نهاية المباراة لكن مش منطقي اطلاقا اقف في موقف الدفاع عن اللاعب في الشكوى التي تقدمت ضده في ربطة الاندية المحترفة لان اساسا ما فيش موضوع ما فيش قضية فكرة انك تبقى في موقف المدافع وتتناول قضية من لاشي قضية من الهوى عشان تصنع لها حدث انا على المستوى المهني مش هسمح بدا لا في قضية ولا في موضوع اصلا يحتاج المناقشة ولا احنا في مساحة اللي احنا ندافع عن اللاعب في موقف اصلا لا يحتاج الى الدفاع لان ما فيش اي خروج عن النص ولا فيه اي تطاول مباشرة تجاه اي فرض من المنظومة الرياضية وبالتالي قهربة اساسا ما فيش موضوع عشان نطلع ندافع عنه ولكن في نقطة بقى مهمة جدا لازم اتكلم فيها بعد انتهاء فترة الايقاف وبدء مشاركة قهربة مع النادي الاهلي في نصف نهاية كأس مصر امام سموحة اصبح اللاعب حاليا بالتأكيد مع النادي الاهلي وبالتالي النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا ومنطقي جدا يدافع عن اللاعب بتاعه حتى اخر لحظة وهو مش طبيعي ولا منطقي اطلع دايما او الاعلام دايما يطلب من قهربة الالتزام والتركيز الالتزام والتركيز واللعب ملتزم وبيركز وظهر بشكل طيب عكس كل التوقعات اول ما رجع من الايقاف ولعب مباراتين فهل من المنطقي ان انا اساهم او اسكت على لاعب عندي بيتعرض لكل هذه التجاوزات وما دفعش عنه اطلاقا لا القيم ولا المبادئ تسمح بكده ما انا بطلب اللاعب بالالتزام اللاعب بيلتزم لذا بالتالي لما بقى في حد بيوجه له اي نقد او اي نقد ايه اي خروج عن النص لازم اقف في صف اللاعب بتاعي واقف في ظهره واحميه من اي تجاوز وده اللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي قهربة ملتزم ملتزم في التدريبات ظهر بشكل جيد في المباراتين تقلق في مبارات الزمال كما هي عدته ولم يخرج عن النص وبالتالي حق اللاعب علي زي ما بطلب منه انه يلتزم حقه عليه اللي انا دافع عنه لغاية اللحظة الاخيرة وبالفعل ما حدث بالامس هي البداية لان الشكاوى اللي تم تقدمها النهاردة للاطراف الثلاثة المنوطة بهذه القضايا سوى ربطة الاندية او اتحاد القورة او لجمة الانضباط اكيد هيتخذ فيها قرار واذا لم يتخذ فيها قرار اكيد في خطوات اخرى يعني المسافة للفيفا مش بعيدة وليحة لجنة القيم واضحة بالمناسبة يعني اي شخص ممكن يعتقد انه لما يخرج عن النص في تصرحات صوت وصورة ضد اي عنصر من عناصر اللعبة او ضد لاعب النادي الاهلي او ضد مسؤول النادي الاهلي هتمر مرور القرام لا يبقى واهم لان الامور هنا متعلقة بلوايح دولية قبل ما تكون لوايح محلية واللوايح المحلية ما ينفعش تحط نصوص عكس اللوايح الدولية وبالتالي لجنة الانضباط وربطة الاندية واتحاد الكورة امامهم شكوى رسمية فيها مستندات رسمية واستوانة مدمجة فيها كل التصريحات وعندكم لايحة القيم والاخلاع اعتقد الليحة واضحة واذا لم يتم تنفيذ نصوص هذه الليحة المسافة مش بعيدة ساعتين ساعتين والقرار سهل جدا ويبقى واضح جدا واعتقد هيبقى ليه دور كبير جدا فيه ارساء العدالة والاحترام ما بين اطراف المنظومة الرياضية اعتقد كلام مهم جدا ورسالة مهمة جدا كان لازم اقولها النهاردة بخصوص هذا الامر مش هنقف في موقف المدافع لان اصلا ما فيش قضية ولكن مما انك انت بتخلق قضية فانت عندك قضية اكبر واهم وفيها نتائج قد تكون عكسية خلال الفترة اللي جاية نتيجة هذه التصريحات الغير مسؤولة اللي احنا سمعناها بالامس طيب ايه المفروض اللي يحصل خلال الفترة اللي جاية حسب المعلومات الوردة اللي ايه لنا ان ربطة الاندية احالة الامور للجنة الانضباط واتحاد القرأي يحيل الامور للجنة الانضباط ننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة ولكن حد النهاردة يطلع ويقف ويدافع على ان قهرباء حصل وما حصلش يبقى غلطان مفيش قضية اصلا مفيش موضوع اساسا وبعدين لما ترجع للفيديو تلاقي خمس ست لعيبة انت اخترت الكهرباء ليه يعني ايه الفكرة انك تختار كهرباء اول الدرجة دي يعني الموضوع كان صعب جدا هي مباراة هي تسعين دقيقة لعب تقلق وتفوق وكسب وكسب فرقته تبقى لللوايح وتبقى للقوانين لعب شارك واضاف في هذه المباراة كما اضاف في مباراة سموحة وان شاء الله بإذن الله مستمر بشكل جاي دي الفترة اللي جاية وزي ما قلت اللاعب بيلتزم واللاعب ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي فبالتالي دور النادي الاهلي انه يدافع عن اللاعب حتى اللحظة الاخيرة النادامة سؤولية قضية قهرباء في المحكمة الرياضية او في الفيفا ده قرار نهائي ومنتهي والموضوع ده اصلا لا مساس في الحديث فيه الغرامة مش الغرامة ده قصة تانية خالص لكن هنا احنا في كيس وفي قضية تانية متعلقة بلاعب في صفوف النادي الاهلي بيحاول البعض انه يجبروا على اتخاذ خطوات او انه يجبروا على الاعتزال مش هنسمح بيها ده لاعب ظهر بشكل جيد لاعب التزم لاعب اضاف للقرى المصرية وهيضيف للقرى المصرية في الفترة القادمة فلازم كلنا نحافظ عليه لازم كلنا نحافظ عليه شكرا